اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيور كالباجي وطيور الجنة والكروان والرماج ويمكن انتاج الحسون بها لكن يحتاج للجهد وزمن واتباع اصول التربية الصحيحة التوفير من زمن الاقفاص والمكان الذي تشغله سهولة القضاء على الفاش بحمام ماء وخل التفاح او الحلبة اما عن مساوئ السلاكة فتحتاج لخبرة كبيرة لعزل الطائر المريض الذي يعضي بقية الطيور لا تصلح لانتاج الكنار او الانتاجية ضعيفة وزاية مشاكل كثيرة كتزاوج زكر متوج على انسة متوجة حصول تزاوجات خاطئة وعدم امكانية التحكم بزاوج زكر مع انسة فتحصل تزاوجات غير مرقوبة وسلالة غير جيدة كتزاوجات كلوستر مع مزيك او هيجان فحل على طيرة فحل اخر استعمالها الامثل للكنار يقتصر على تربية الفراخ من عمر شهر ونصف حتى مراحل الجهوزية اما عن مساوئ التربية الفردية باقفاص صغيرة فهي صعوبة التنظيف وتغيير الطعام والماء والتغذية والمداوية العامة صرف كميات كبيرة من الطعام الوضع الصحي والمناعي غير جيد للطائر لانه قليل الحركة وقليل الطيران سمن الاقفاص مرتفع جدا مشكلات الفاش ووجوده باماكن كثيرة على جوانب الاقفاص وتعطي مكان جيد لتكاثر الفاش اما عن محاسن التربية الفردية بكل سهولة يمكن عزل الطائر المريض غير يعد بقية الطيور لا يحصل تزاوجات خاطئة امكانيات التحكم بزواج زكر محدد مع انسة حسب نوعها وذلك لا يقتصر على الكناري بل على كل انواع الطيور فتستطيع اختيار الازواج حسب الالوان والاحجام التي تريدها وبهذا نكون